مانشت الجلسة التشريعية وجدول أعمالها أمام تساؤلات الاعيقاد بعد قرار التيار الوطني الحر بالمقاطعة لودريان يوجه أسئلة حول أولويات الرئيس ومواصفاته الموازية وحلف انتخاب معوض يرفض لبنان بلد نفطي المنصة وصلت حق لقانا الحفر آخر الشهر والنتائج قبل نهاية العام كتب المحرر السياسي بدأ الحلم يقترب من التحول إلى حقيقة وظهرت النتائج الواقعية الأولى لانتصار لبنان في حرب تموز 2006 واستحضار المقاومة لمعادلات النصر في الدفاع عن حقوق لبنان بالنفط والغاز وصولا لانتزاع الاعتراف من الأمريكيين وكيان الاحتلال بحق لبنان الكامل بثروته المختزنة شمال الخط 23 ومعها حق القانا الممتد جنوبا وحقه بالتنقيب عن النفط والغاز لاستخراج هذه الثروات وبيعها أمس وصلت منصة الحفر التابعة لشركة توتال إلى نقطة الحفر المقررة وسوف تستكمل خلال الأيام المتبقية من شهر آب التحضيرات اللوجستية لبدء الحفر نهاية هذا الشهر على أن تظهر نتائج عمليات الاستكشاف بعد مدة أقصاها ثلاثة شهور بحيث أن لبنان سيكون قبل نهاية العام على موعد مع تحقيق الحلم والتحول إلى دولة نفطية وتحقيق المقاومة للوعد الصادق بحماية ثرواته الوطنية وحقه باستثمارها على قاعدة التهديد بحرمان كيان الاحتلال من المثل إذا تعرضت الحقوق اللبنانية للخطر في أول أيلول مع بدء الحفر يصل أيضا المبعوث الفرنسي جون إيف لدريان إلى بيروت لجولة اتصالات يجريها بالكتل النيابية تحت عنوان طاولة تشاور رئاسية حدد لدريان جدول أعمالها برسالة وجهها إلى النواب تطلب جواب الكتل النيابية على سؤال حول رؤيتها لأولويات الرئيس الجديد وبناء على هذه الأولويات ما هي المواصفات الموازية الواجب توفرها في المرشح المقبول لانتخابه رئيسا وقد صدر بيان من 31 نائبا يمثلون حلف انتخاب المرشح ميشيل معوض يرفض دعوة لدريان ويعتبر أن الحوار مع حزب الله وحلفائه بلا جدوى رابطا أي حوار بإنجاز الانتخابات الرئاسية على أن يتولى الرئيس الجديد مهمة الحوار تحت عنوان واحد وهو مستقبل سلاح المقاومة ورأت مصادر نيابية في البيان موقفا تصعيديا نابعا من تقدير أصحاب البيان بأن التقاطع مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جياد أزعور قد سقط وأن الحوار بين التيار وحزب الله يتقدم وقد يصل إلى نتائج تضمن للتيار تحقيق ما يعتبرها إنجازات إصلاحية مقابل السير بانتخاب المرشح الوزير السابق سليمان فرنجي وهذا يتيح جمع الأصوات اللازمة لفوز فرنجي بحيث لا يبدو تأمين النصاب صعبا في ظل مواقف عدد من الكتل التي قد لا تنتخب فرنجي حتى بوجود تغطية مسيحية يوفرها موقف التيار لها لكنها لن تقاطع أي جلسة انتخاب التزاما منها بما سبق وقالته عن أن الأولوية هي الانتخاب رئيس جديد للجمهورية وقالت المصادر إن هذا التصعيد تعبير عن ارتباك وشعور بالضعف أكثر مما هو دلالة على شعور بالقوة نيابيا تواجه الدعوة للجلسة التشريعية اليوم امتحانين الأول يتصل بتوافر النصاب اللازم لانعقادها والثاني بالسير بها إذا توافر النصاب في ظل مقاطعة الكتل النيابية المسيحية الرئيسية للمشاركة بعدما أعلنت تيار الوطني الحر عدم المشاركة في حضور الجلسة بالرغم من كونه مشاركا في إعداد وتحضير العديد من اقتراحات القوانين التي تضمنها جدوى الأعمال ومطالبته سابقا بتسريع إقرارها وخصوصا قانوني الكابيتال كونترول والصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز ما طرح التساؤلات حول سبب موقف التيار وهل هو محاولة لاحتواء الهجمة التي تعرض لها التيار في الشارع المسيحي بسبب حواره مع حزب الله على خلفية استثمار خصومه لأحداث الكحالة بتعبئة تحريضية لمحاصرة التيار أم هو تعبير عن تعثر في مكان ما في الحوار بين التيار وحزب الله أم هو رسالة حول مواقف حلفاء الحزب وفي مقدمتهم حركة أمل من طلبات التيار الرئاسية في الحوار مع حزب الله وخصوصا في المركزية المالية الموسعة